ومعنا دلوقتي عنا نبتدي الأسئلة بتاعت حضراتكم اللي بتفتح علينا باب من أبواب السعادة وباب أبواب نهانة ومعنا الأستاذة نورهان أستاذة نورهان تفضلي أيها السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته نعمة حياتك يا مواني عامل ايه؟ نعمة وفضل الحمد لله كل صحيحاتك طيب يا فندم وحيحاتك طيب يا فندم بعد الآن حياتك أنا كنت أسأل حياتك في حاجة أنا كنت سمعتها قبل كده تفضلي نعمة صحيح نية الزواج إن الزواج يكون الوجه الله أنا مش فهمة الحيطة دي مولانا نوعا مال إن أغلب الناس تتجوز عشان لها احتياجات يعني فيه بيجوز عشان عيال فيها احتياجاتش خاطر يخلف يلاقي حد يرعاه يلاقي حد يخدمه وكده فإزاي مولانا يبقى الواحد يتجوز عشان يلبي احتياجاته وفي نفسها تكون النية بتاعته خلصة الوجه الله أنا بحاول أمسك نفسي بحاول أمسك نفسي وأنا باسمع باسمع الكلام بتاعتك ليه الكلام ده لو لو راشق مع واحد من واسويس هيعمله بوظان في حياته إحنا الجواز دي دي أغراض أساسية القيم التلاتة اللي هو يحصل فيه الأنس ويحصل السكينة والمواد والرحم لكن الناس لو جوزت عشان تخلف جوازهم صحيح لكن لو بنقول يا جماعة الخير تعالوا ننضج في جوازنا أهلا مساءنا وده اللي احنا بنعمله دلوقتي تعالوا نتعلم النضج في جوازنا محدش يجي يقول لواحد في ظل هذه الحالة من حالات المزاج العام للتحريم والمزاج العام لإبطال الأعمال والمزاج العام لخراب الأعمال لأن احنا ناس ما نستحقش نعمة ربنا فييجي واحد يروح قيل الكلمة دي ويسيبها كده ساء عليكم حب رسول الله ترفقوا بالناس شوي يا ستي تصحيح النية في الجواز ده حاجة صدرة من شخص مش قادر يربط ما بين الإرشاد الزواجي والمفاهيم الشرعية احنا نجي نقول للناس ايه تعالوا جماعة ننضج بجوازنا ونرتقي فيه لأن في الحقيقة ونفس وما سواها فالهمها فجورة وتقوى قد أفلح من زكاه تعالوا نخلي جوازنا أكثر رقيا فاللي كان متجوز كده بس عشان عيفوته القطر واللي كان متجوز عشان بس دي حالة وكاس لازم نشربه تعالوا نقول بقى ايه تعالوا نتطور تعالوا ناخد برامج تأهيلية وتخلينا أحسن في الزواج ده المفهوم أنا قدامي حد محتار في حد قال له حاجة وسبهله وضربت في وشه فبالله عليكم أرجوكم اللي بيتكلموا في الجواز للوقت من السادة الذين تكلمونا باسم الشريعة أرجوكم احنا محتاجين شوية تأهيل شوية لأن في بعض الأحين الكلام لما احنا دلوقتي عندنا نسبة الوسواس في المجتمع وفي الناس نسبة مرتفعة فلما ايه حد يقول كده ببساطة احنا عايزين نصحح ان هي في الجواز فواحد يقولك طب الجواز ده الجواز ده عمل بنقصد به وجه الله وانا ما قصدتش به وجه الله طب انا جوازي ده صحيح ولا مش صحيح فلاش كده لكن تعالوا نتكلم مع الناس ان الجواز ده طاعة لله والطاعة لله بتحتاج ان الانسان يرتقي ويتزكى وكل ما تتزكى كل ما تتدرب كل ما تتمرن كل ما تبقى ماهر يبقى ايه اللي احصل كل ما ثوابك يقتر زي بالضبط في تلاوة القرآن لما تقرأ القرآن وانت بتتتعطى به لك ثواب لك اجل ولما ترتقي وتبقى ماهر بالقرآن انت مع الكرام البراء كل ده في كل الطاعة كده كل ما ترتقي في الطاعة كل ما ثوابك يقتر كل ما الواحد يترقى في الجواز كل ما يبقى لغاية ما يوصل اليه المتحابون في جلالي على منابر من نور ايه ده والكلام ده مش علي أنا وصحبي لا عليك انت ومراتك يعني انت وزوجتك المتحابون في جلالي على منابر من نور يغبطوا من الانبياء والصدقون يعني انت وزوجتك ممكن تكونوا على منبر من نور لان انتوا تحببتهم في الله فاذا احنا محتاجين نترقى ننضج في الجواز ارجو ان يكونوا كلام واضح يا سديدة نوران ودوة اللي انا ارتضي في مسألة تصحيح الناف الجواز ان احنا عايزين نرتقي ننضج في الجواز نا